وفقرة هاشتاغ واشنطن والتي نحاور فيها أميرت سينغ رئيسة فريق المحامين عن مبادرة العدالة للمجتمع المفتوحة وذلك للحديث عن الأمر القضائي الذي أصدره القاضي الفدرالي بول أنجل ماير الذي يقضي بتسليم إدارة ترامب لكافة الوثائق الحكومية الأمريكية المتصلة بمقتل أصحفي سعودي جمال خاشغجي بوصفه كان مقيما في الأراضي الأمريكية نترككم مع زميل عمرو حسن وفقرة هاشتاغ واشنطن ومعك عمر يكون الختاء أهلا وسهلا بمشاهد الجزيرة مباشرة العزاء في هاشتاغ الآن نافذة متجددة للحدث الأمريكي بعين عربية تتابعون فيها في الولايات المتحدة لا يضيع حق طالما كان وراءه مطالب هذا الحق هو شفافية المعلومات والكشف عنها حتى من أعلى الجهات السيادية حق لم تفرض به منظمة المجتمع المفتوح لمطالبة وزارات الخارجية الدفاع إضافة لأجهزة الاستخبارات المركزية والقومية والهدف من ذلك الكشف عن قرابة 300 ألف وثيقة كلها تتعلق بمقتل خاشقجي حدد قاضي فدرالي سلسلة مع الموعيد النهائية للجهات المعنية لتسليم تلك الوثائق التي تشمل تقرير CIA الذي قال عنه المشارعون أنه كفيل بإدانة بن سلمان خلال دقائق ضيفتنا اليوم هي المحامية الرئيسية في هذه القضية بالإضافة لكونها مديرة مشروع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب في مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح أمرت سينغ شكراً لك أن تكون معنا اليوم شكراً لك أمر إنه مدوائي سروري بالمناسبة هذا الحديث سوف يتم باللغة العربية لكن بكل تأكيد سوف نقوم بالترجمة الفورية إلى اللغة الإنجليزية اسمح لي في سؤال برسيط هل تقليمين ما هي طبيعته هذه القضية؟ ما الذي نتحدث عنه هنا؟ هذه القضية تتعلق برفض حكومة الولايات المتحدة تسليمة وثائقة وغيرها من السجلة تتعلق بقتل جمال خاشقجي بموجب القانون الأمريكي فإن الشعب الأمريكي يحق له الاطلاع على معلومات تتعلق بقضايا ذات اهتمام عام مثل هذه القضية ونحن رفعنا قضية في نيويورك مفادها بأن الحكومة لا تستجيب على طلباتنا للحصول على معلومات تتعلق بمقتل جمال خاشقجي عندما نستعرض ما ذكره القاضي الذي ينظر في هذه القضية قال بأن المعلومات التي تتعلق باختفاء خاشقجي هي ذات أهمية عامة وكيف تفسرين ذلك؟ لماذا يعد الأمر مهم بالنسبة للشعب الأمريكي لأن يكشف ويطلع على كل هذه الوثائق المتعلقة بمقتل جمال خاشقجي؟ بادئة هي بدء هذه تتعلق بحياة إنسان حياة جمال خاشقجي وعائلته إلى الآن لم تتلقى أي إجابات بشأن المسؤول الرئيس عن مقتله البشر ولكن بشكل عام الأمريكيون يحق لهم معرفة كيف تستجيب أو ردة فعل الحكومة الأمريكية بشأن عملية القتل لأن هناك الكثير من التقارير تشير إلى أن إدارة ترامب تحاول إخفاء الحقيقة حتى مشارعين مثل لينزي جرام تحدث عن منشار قاطع وأدلة دامغة تفيد بأن ولي العهد السعودي مسؤول عن مقتل جمال ولكن ورغم ذلك فإن إدارة ترامب ترفض كشف الحقيقة والإفصاح عن حقيقة ما حدث نحن نأمل بأن العريض التي قدمناها بموجي بقانون حرية المعلومات سيوفر معلومات مشانها أن تجيب عن المسؤول عن هذه الجريمة البشعة والمروعة نعم بالتأكيد سنتحدث عن تقرير السيايئي الذي ذكرته آنفا ولكن هناك تغريدة تقول بلغة العربية هناك ما يصل إلى 500 ورقة أي أن هناك وثائق نشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية وغيرها من الوكالات إذن هذه المعلومات وهذه الوثائق تلقيتمها فما الذي كشفته هذه الوثائق التي وصلت إليكم إلى الآن الحكومة لم تنتهي من كشف كل سجلاتها وإلى الآن نعتقد بأن الحكومة ما زالت تمتلك سجلات مهمة جدا وفي هذه المرحلة لا أستطيع القول بأننا تلقينا وثائق أو معلومات تبين من هو المسؤول عن جريمة القتل ولكن سنواصل طلب الحصول على وثائق ومستندات يمكن أن تكشف الجهة المسؤولة هل لا تسمحين لي أن أقرأ مقاطع من الوثائق التي تم الكشف عنها وهذه وثيقة من وزارة الدفاع البنتاجون وتشير وكأنها موجهة لأوصاد راع موجهة لأناطق رسمي باسم وزارة الدفاع أن هذا الدعم المقدم للتحالف الذي تقوده السعودية مشروط بحيث يتحتم عليهم أن يتجنبوا الحق الأذى والضرر بالمدنيين ولكن لا يستطيعون الكشف عن أو مناقشة أي تقارير تتعلق بهذا الموضوع هل نتوقع بأن وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع ترد بالمثل بأن هذه القضايا أو هذه المواضيع سرية وبالتالي لا نستطيع التعاون معكم نعم هذا ممكن بأن تقوم وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية وغيرها من الوزارات والإدارات بأن تكشف عن وثائق وسجلات تعتبرها سرية ولكننا سنواصل النضال والكفاح لطرح الموضوع أمام المحكمة نحن لم نصل إلى مرحلة نستطيع القول فيها بأننا سنقاضي أو سنرفع قضايا بشأن سجلات أو وثائق محددة نحن بانتظار الحكومة لأن تمدنا بالسجلات التي بحوزتها هل تعتقدين بأن الحكومة ستمتذل الأمر؟ هي قالت في القاضي بأن خمسة آلاف وثيقة كل شهر هي أكبر من قدرة وكالة الاستخبارات الأمريكية أو البنتاجون على كشفها هل تعتقدين بأنهم سيمتثلون لأمر القاضي أو أمر المحكمة؟ نعم عليهم أن يمتثلوا لأمر القاضي وهذا ما قضى به القاضي والأمر صدر في نهاية مايو بداية يونيو وهذا أول طلب لموجه لوزارتين الخارجية ودفاع لمعالجة خمسة آلاف وثيقة في الشهر وكالة الاستخبارات الأمريكية قالت أنها ستنظر في الأمر ولكن الآن هذا الطلب أو الاعتراض هو قيد النظر خصوصا فيه متعلق بقدرة تلك الإدارات على معالجة والتعامل مع خمسة آلاف وثيقة في الشهر ولكن أعتقد أنهم قادرون على ذلك عندما أنظر في هذه الوثاق والمستندة التي تم الكشف عنها أستطيع القول أن هذه سجلات عامة إذن هي عبارة عن رسائل إلكترونية بين صحفيين ووزارتي الخارجية والدفاع هل يمكن أن يكونوا انتقائيون فيما يتعلق بالوثاق التي سيكشفون عنها ربما خلال السنوات الخمسة القادمة وهي المدة التي سيتطلبها الأمر هل بإمكانهم أن يكونوا انتقائيين فيما يتعلق بما يكشفون عنها نعم نحن حاججنا أمام القاضي بأنه يحق لنا أن نحدد أولوية الوثاق التي ينبغي الكشف عليها بمعنى أننا نستطيع أن نوجه وكالة استفارة الأمريكية بالوثاق التي نحتاج إليها ولكن وزارة الخارجية قالت أنه من غير المستحسن أن يتم تحديد أولويات فيما تعلق بما ينبغي الكشف عنها ولكن أن يقول أن إدارة ترامب إلى الآن لم تظهر نفسها بطريقة المثلة وبأنها ملتزمة تجاه الشفافية وأنها فعلا تؤمن بحق المواطنين الأمريكيين بمعرفة ما حدث لجمال خاشقجي أنا أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية هنا أو الوثيقة الأهم هي خلاصة وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن ما حدث لجمال خاشقجي اسمحي لي أن أعرض مقاطع لمشرعين سابقين ثم نعود للحديث وعند محمد بن سلمان هو من أمر بألقتل ولو مثل أمام هيئة محلفين لأدين خلال ثلاثين دقيقة إذن ما سمعناه الآن بوب كوركر وكان رئيسة لجمال العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وقال أنه من الواضح جدا أن محمد بن سلمان طبعا هذا بعد إحاطة جينا هاسبل بشأن تقرير السي آي اي وقال أن هناك أدلة دامغة على تورطي محمد بن سلمان إذن هذا التقرير تقرير السي آي اي هل سنطلع عليه قريبا نعم تلقينا بعض السجلات من السي آي اي ونقوم بمراجعتها وآمل بأن نتمكن من الاطلاع على تلك السجلات وإذا ما رفضوا تسليمها والكشف عنها فسنطرفع الأمر للقضاء إلى أي مدى تعتقدين بأن هذه الكيانات أو الوزرات ستتعاون معكم لأن هناك وثيقة أخرى كشفتها وزارة الخارجية تعد تراكما لطلبات من مشرعين وأشخاص آخرين للكشف عن هذه الوثاق فإذا لم يستجيبوا لهذه الرسالة فما الذي يجعلكم واثقين بأنهم سيتعاونون مع طلبكم لأن هناك قاضي ينظر في الأمر وينظر في امتثال الحكومة لما يسمى بقانون حرية المعلومات والذي يقر بحق العموم بمعرفة الحقيقة خصوصا إذا ما كانوا للك مصلحة في الكشف عن هذه السجلات موضوع الدعوة إذن هذه المسائل غاية في الأهمية لأنها مرتبطة باستجابة الحكومة الأمريكية وتعاملها مع جريمة بشعة طالت مواطن مقيم في الولايات المتحدة صحفي يعمل في الولايات المتحدة ويقيم فيها هذا الشخص المرتبط ارتباطا وثيقا بحرية الصحافة لذلك من المهم أن تعرف عائلته حقيقة ما جرى له ومن المهم أيضا بالنسبة للشعب الأمريكي لأن يعرف ما الذي قامت به الإدارة لمحاسبة قاتلي إذن لا يمكن أن نسمح للحكومة الأمريكية بأن تغطي على حقيقة ما حدث ومن خلال تقييمكم لاستجابة الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية لهذا الطلب من خلال الكونغرس أو مجلس الشيوخ أو جهات قضائية هل تعتقدين بأنهم يتعاونون إلى الآن؟ كما ذكرت نحن طعننا في بطئهم أمام المحكمة وسنواصل القيام بذلك ما تطلب الأم ذلك ولكن دعني أقول شيئا عن مدى أهمية هذه السجلات وهذه الوثائق في شهر يونيو الماضي المقرر الخاصة أنجس كليمار قالت وبشكل محدد بأن هناك أدلة دامغة ربما تفضي إلى تحقيق مع محمد بن سلمان وغيره من المسؤولين وقالت وذكرت بأن السعودية انتهكت القوانين الدولية وأن هذا يتطلب إجراء تحقيق جنائي في جنيمة مقتل جمال خاشقجي حكومة الولايات المتحدة أظن أنها تمتلك سجلات ووثائق يمكن أن تلقي الضوء على حقيقة ما حدث ومن الأهمية بمكان أن يتم الكشف عن هذه السجلات أمام الناس حتى يكون هناك تقييم عام لحقيقة الأمر وأن يكون هناك تقييما لمدى تعامل إدارة ترامب على وجه التحديد مع هذه الجريمة الفضيعة والبشعة أود أن أقرأ إجابة القاضي الذي ينظر هذه القضية حيث يقول طبعا هو في رده على وزارة الخارجية التي دعت بأن 5000 صفحة أو وثيقة أكبر مما يمكن أن نتعامل معه قال أن هذا ضد طلبكم تقفيض ذلك العدد وقال في المقابل على ضوء سرعة عمل وزارة الخارجية هذا ربما يتطلب ثماني سنوات ستة وتسعون شهرا نعم هذا صحيح وهل تعتقدين أنه ثمت وسيلة لتسريع هذه العملية نحن سنواصل الضغط باتجاه استجابة أسرع وتيرة ونحن سنبحث كل الخيرات المتاحة هل تعتقدين إذن ما الذي ننتظره خلال الجلسة القادمة ما أعتقد أنها ستعقد يوم الاثنين القادم نعم الجلسة القادمة سيراجع أو سينظر القاضي ما حدث ولا أستطيع أن نتكهن بشأن ما سيحدث ولكن نأمل بأن تكون تلك فرصة أخرى لنا لأن نعرض للمحكمة لماذا يتعين على هذه الوزرات والإدارات الكشف عن سجلات ذات هدفة نحن سنتابع هذه القضية بالتأكيد شكرا لك أميرت على وجودك معنا هذا كل ما لدينا اليوم في هاشتائج من واشنطن نترككم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء قريب إن رأي تعالى اشتركوا في القناة